اشتركوا في القناة الاقتصاد المصري في حالة متدهورة البعض طبعا بيتغنى في هذه الايام انه عدم الاستقرار السياسي هو المتسبب الرئيسي في تدهور الاقتصاد المصري طيب ما كانش فيه استقرار استقرار سياسي في فترات سابقة يعني لو كلمنا من سنة اربعة وخمسين بالتحديد حتى 2011 كانت الامور مستقرة ومستتبة ومع هذا كان الاقتصاد المصري بسم الله منتعش مش عايز اقول منتعش دي لانه دي كلمة صعبة قوي وكان ايضا الاقتصاد المصري يعني اظن كانت الصورة واضحة جدا الانهيار فيه كان شبه تام مش عايز اقول تام وانما كانت هناك كل المؤشرات بالسلب طبعا كان فيه عجز موازنة كان قائم بارقام فلاكية قيمة الجنيه متبتة تدهور يوم عن اخر نفس يعني فكرة انه بس الاستناد الى انه عدم الاستقرار السياسي هو اللي بيخلف هذه الصورة للاقتصاد ده امر لازم ان احنا يعني جميعا نرفضه نقول هو جزء هو جانب هو احد الاسباب يعني بس عشان يعني يبقى فيه دقة نقول احد الاسباب وراء مش عايز اقول تدهور الحالة الاقتصادية وانما امام انكماشنا بشكل فضيع اقتصاديا لانه المعالجات طبعا هناك لها طرق عديدة ومتنوعة ومتخصصين ومتخصصين يعني آن الاوان النهاردة انه الرئيس مرسي مع كامل التقدير والاحترام لما ننتظر من خطابه امام مجلس الشورى اليوم انه هو يدعو المتخصصين في الاقتصاد الى مؤتمر عاجل سريع من خيرة المتخصصين في العملية الاقتصادية ورجاء انه يكون من وجوه جديدة وليست نفس الوجوه اللي اقتدنا عليها من سنة ستين يعني اللي هما بلغوا ما احترامنا وتقديرنا الكبير ليهم طبعا نفسي نشوف وجوه اقتصادية جديدة عندها رؤية عندها فكر للخروج من هذا من هذه الازمة اللي احنا بنشوفها طبعا يعني المصري اليوم زيما حضرتك ذكرت دينا بتقولي قنديل يتشاور والاقتصاد يتدور هو مش علاقة بين الاتنين يعني طبعا كلف دكتور هشام انديل من قبل الرئيس مرسي انه هو يجري تعديل وزاري على المجموعة الوزارية هو بدأ بالفعل المشاورات وهي مشاورات سرية ومش فاهمين هي مشاورات سرية ليه كالعادة يا فندم لا مش كالعادة ما خلاص بقى ما احنا كسرنا حاجز الخوف منذ 5 أو 20 يناير المفترض ان احنا نبقى في نوع من انواع الوضوح في الرؤى شفافية يعني انا بكرى كلمة شفافية دي كراهية عامة لا احنا كنهنا يا فندم اياه كلمة بالعكس يا كلمة كويسة جدا بس يعني تستخدم صحيح لا تؤدي الغرض ما زي الشرعية بالزبط بالزبط لا تؤدي الغرض المنشود في هذه الاول طبعا على الدكتور هشام انديل انه يخرج لوسائل الاعلام ويقول هو رؤيته ايه لانه حكومته هتستمر لفترة شهرين فقط هل هو قادر في فترة الشهرين على حل حالة الازمة الاقتصادية او نقدر نقول خروجها لدرجة ما الى الامام وايه هي الرؤية وايه اللي يقدر يحققه خلال الشهرين اللي جايين في الازمة الاقتصادية من السهل جدا انه النهاردة يعني ما تسيبنيش انا عرضة للقيل والقال والشائعات وما يتردد ومشاورات سرية الكلام بقى خلاص يعني عفع عليه الزمن وصالة فيها هنا تمانا من الدكتور هشام انديل ان يسرى في تسمية الحقائب الوزارية ويحدد الحقائب الوزارية المطلوب تغييرها في وزارة ده مش عيب لانه وارد جدا انه احد الاشخاص يتولى حقيبة وزارية لا ينجح او لا يؤدي المطلوب منه نتيجة لظروف يعني عديدة منها يعني عدم التفاهم عدم التناغم لانه مفيش رؤية محددة حكومة الدكتور هشام انديل لما جات طبعا محددتش اولوياتها ايه اللي هتنفزه نتمنى انه في الشهرين دولي نشوف ونتمنى ايدا ان يقلن سريعا هو عنده ايه ايه الحقائب اللي هيغيرها بسرعة لانه احنا يعني الشارع بيغلي مش نقصين بقى يعني مشاكل اكتر من مشوفه النهارة خلينا نروح للأهرام والصفحة الاولى الاقتصاد والامن في خطاب الرئيس امام الشورى اليوم دكتور محمد مرسي قالك النهاردة خطاب في افتتاح جلسة مجلس الشورى فمتهيق لي تفاصيل الخبر يا فاندو عند حضرتك اكيد شوفي المتوقع طبعا انه يعني انه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يحدد في خطاب اليوم الاولويات اللي احنا محتاجينها خلال الفترة المقبلة احنا عرفنا مشاكلنا حددناها ووصفناها الامر مش محتاج لتوصيف النهاردة الامر في خطاب الدكتور مرسي اليوم محتاج وضع النقاط على الحروف الحلود وإلا هنظل في هذه الدائرة ومش هنخرج منها ابدا طبعا عاملين رئيسيين هيكونوا في الخطاب وفق لمصادر الاهرام الاقتصاد لانه بيمر بمرحلة او بمناطف خطير جدا والامن الامن الغائب الامن الغائب طبعا يعني احنا بنشوفنا اجتماع مجلس ووزراء الاخير احمد جمال الدين وزير الداخلية تقدم بتقرير مفصل عن الاجراءات الامنية اللي تمت خلال الفترة الماضية طبعا الامر مخيف ضبطنا ضبطنا تمكننا ضبطنا تمكننا عملنا يعني امر الوقت يقرأ كده كل ده لانه الامن بالفعل وامن سينة كمان مهم جدا ده الاساس يعني ده ده خط احمر زي ما بيقولوا يعني انما احنا محتاجين نشوف راجل الامن في الشارع انا محتاجة نشوف راجل المرور النهاردة في الشارع لانه في غياب كامل لرجل الامن في الشارع المصري اعتقد انه خطاب اليوم هيحدد الاولويات ولو ما حددش هذه الاولويات هيكون زي خطاب يوم الاربع الماضي اللي بصراحة شديدة جدا كنا ننتظر من الدكتور مرسي ان يشفي غليل اللي قالوله نعم واللي قالوله لا ونفهم يعني انا عندي 17 مليون توجهوا الى سندوق الاستفتاء 10 مليون ونصف تقريبا قالوا نعم والباقي 6 ونص قالوا لا كان يعني دولي مهمين نزوا الشارع ارهاقوا انفسهم وراحوا للاستفتاء في مقابل 32 مليون قاعدوا وعودة الى حزب الكنبة مرة اخرى ومرديوش ينزلوا ويتعبوا نفسهم 17 مليون اللي نزلوا صوتوا كان ليهم حق عدد الدكتور محمد مرسي انه يشفي غليله ايه المطلوب بالزبط في انه يحدد الاولويات في خطابه اتمنى ان يكون الخطاب النهار ده محدد الاخبار صفحة الاولى خطة اصلاح شاملة تنفذها الوزارة الجديدة شو بقى انا الخبر ده يعني من اخبار اليوم للزميل زميل مؤمن عطالة خبر مستفز الى ابعد الحدود لما تقري اقرى خطة فلاقي كلها امنيات وامال عريضة لا اتوقع مفيش نقاط واضحة مفيش ريح حضرتك حتى ايه يعني دكتور هشام انديل يعني قال كلام يعني غريب جدا يعني يأكل لهم نيات ممكن عشان العام السعيد او العام الجديد عمل حكومة انهيه بالزبط ايه ايه المطلوب حتى نهاية العام مال الحالي بتستهدف تحقيق نمو اقتصادي اصلاح 3.5% زيادة الاستثمارات الكلية بنحو 18 مليار جنيه ومضاعف التعالي بقى ومضاعف الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتصل الى 4 مليارات جنيه هذا خطأ فادع تصل الى 4 مليارات امنيات يعني دولار لكن اقول الى 4 مليارات جنيه ده حاجة يعني وتقري بقى الباقي كله امنيات مفيش ورقة عمل محددة من قبل حكومة الدكتور هشام انديل يقول فيها هو عايز ايه بالزبط او ايه اللي هيحققه لان الدكتور هشام انديل مع احترامنا وتقدرنا الشديد ليه ولشخصه لا علاقة له بالاقتصاد هو في النهاية مهندس واستاذ في علوم الراي مع احترامنا وتقدرنا هو في حاجة بقى النهاردة انه هو في الشهرين دولي يعين نائب نائب رئيس وزراء ودي بعض الصحف طالبت بيها متخصص في شؤون الاقتصادية لان احنا بنمر باصعب مرحلة حاليا في الاقتصاد المصري الوطن الصفحة الاولى الترس المصري يحذر من مجزرة يوم الحكم في قضية مجزرة بورسعيد وطبعا يعني لا نتفق اطلاقا مع هذه المظاهر اللي بتحدث من آن لآخر هالترس المصري امبارح خرج قطع شريط سكر حديد في بورسعيد مهددا ومتوعدا ان المحاكمة ما اتنقلتش يوم ستة وعشرين يناير لها جلسة النطق بالحكم في قضية مجزرة استاذ بورسعيد اللي راح ضحيتها اتنين وسبعين شهيد من جماهير الاهلي ربما البعض يقول انه انا يعني متحيز لجماهير النادي الاهلي لا مصحيح ما حدث في استاذ بورسعيد في مباراة الاهلي والمصري هي يعني مهزلة بكل المقيس راح ضحيتها ارواح اتنين وسبعين شاب ما بين الخمستاشر وفيهم الى ستناشر سنة الى عشرين سنة كل جريمتهم منهم راح يشجعوا فريق او يتفرجوا على مباراة كرة قدم ربما البعض منهم خرج عن السلوك العام وعلى يفطى استفزت الجماهير في بورسعيد لكن ان يصد الام الى القتل ده امر طبيعي جدا انه لابد القضاء ياخد مجرى وان يعاقب من ارتخبه هذه الجريمة اما انه اتلس المصري يخرج يقطع شريط سكر حديد مهددة متوعدة ان لم تنتقل المحاكمة في مبنى المحافظة بورسعيد هيحصل وهيحصل 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 طبعا دي ظاهرة وامر مرفوض بكل الاشكال الوطن الصفحة الاولى المركزي يرسل مفاتشين الى البنوك المراكبة الدولار طبعا انا عندنا يعني واضح جدا انه الازمة بقت متفشية بالنسبة للعملة الاجنبية خاصة الدولار اللي هي العملة الاساسية في التعاملات المصرية بعد ان وصل سعر اوقف السعر الدولار امام الجنيه المصري المسكين اللي نتمنى ده مسكين خالص طبعا مسكين جدا انه يصل الى اكثر من ستة جنيه وعشرين ارش للدولار القفزة كانت حوالي عشرين ارش تقريبا في اقل من عشرة الى خمستاشر يوم طبعا البعض هيقول اصل عدم الاستقرار السياسي وما يحدث ده ده غير صحيح بالمرة هو جانب جانب مفيش كلام سبب زي ما ابتدينا حوارنا زي ما يعني تأثيره واضح جدا عدم الاستقرار بالذات على السياحة المصرية احد المرتكزات في الاقتصاد القومي او الدخل من العملة الاجنبية ده صحيح لكنه الدكتور شامز عزوع وزير السياحة يوم الاربع كان في جلسة حوار وطني مع الاحزاب المصرية خاصة النور والحرية والعدالة قال كلام احنا شايفينه الى حد ما يعني في مؤشرات هي ليست طيبة هي ليست جيدة وانما انت يوقف على يعني عتبة مستقرة لما بيقول انه في عام 2012 حتى نوفمبر بلغ عدد السياح اللي ظهره مصر عشرة ونصف مليون سايع بزيادة قدرها سبعتاشر واربعة من عشر في المئة عن عام 2011 اذا يعني ده مقبول لكنه بالمقرم عام 2010 اللي هو كان يعني بيعتبروه افضل اعوام السياحة المصرية اللي ظهرنا فيها اربعتاشر مليون سايع كانت الامان معقودة على انه اوصل الى عشرين مليون سايع ثم تزداد في عام 2015 الى خمسة وعشرين مليون سايع ده امر يعني ممكن حدوثه لكنه للأسف قطاع السياحة هو الاكثر القطاعات التي تعاني انهيارا حدا الحقيقة انما يعني التصرحات اللي خرجت عن شام زعزوع الى حد ما هي يعني مطمئنة نتمنى انه كل الاحزاب تشترك في دعم السياحة باعتبارها بالفعل مصدر اساسي من مصدر الدخل القومي هنا عشان وقتنا خلص بس محتاج اخد خبر لمصر اليوم الصفحة الثالثة الظلام يشعل الغضب في سبع محافظات والكهرباء الكفاءة تتراجع اتنين في المية ده اتنين في المية ده يعني عشرين في المية ناسا اه عشرين في المية ده مزبوط كده عندك حق طبعا احنا الحقيقة الاهرام تناول الامر بتاع الظلام ده في الفترة الاخيرة بشكل محدد وواضح جدا وكان فيه لينا تقرير في الاهرام بيقول يعني مصادر من وزارة الكهرباء بتقول انتظروا شتاء مزلم وصيفا اسود لانه المشكلة ببساطة انا مش وزناء تصريحات الحكومة بطريقة زي ذي يعني لا الاهرام اشارة في الصفحة الاولى على فكرة كانوا بقية جدا دي تصريحات انا تصريحات طبعا وتقرير متابعة من جهاز التحكم في وزارة الكهرباء اللي رصد انه في ست محطات كهرباء عملاقة خرجت من الخدمة وحدد الاسباب ايه انه نقص السولار والمزوت اللي بتشغل به المحطات طبعا لما تبعنا الموقف تبليل نقص ده جاي منين لانه العملة صعبة وليلة عشان نستورد بيها المراكب بتبقى واقفة في المواني وترفض انها تنزل الشحونات الا اذا ابضت اولا دي اللي بنشوفها في المرحلة الاخيرة طبعا احنا يعني احنا شوفنا الصيف الماضي الكهرباء كانت فيها صعوبة شديدة فما بالك ما هو يعني بسبب زيادة الاستهلاك لكنه النهاردة الاهرام عامل لقطة في رأيي انها من اهم القطات اللي المفترض ان احنا نركز عليها بصفة 12 لاخبار محليات النهاردة لو تسمحيلي طبعا في ثانية انه يعني نشوفها يعني شوفي اللقطة دي لما جايب لي اعمدة الانارة في النهار ايه صح ؟ كلها مضاقة فالاهرام بقول لهم عفوا ده مواجهة لوزارة ال هوزارة الكهرباء لوزارة التنمية المحلية لانه الكهرباء تقولك أنا مش مسئولة عن انارة في الشوارع المسئولة عن انارة في الشوارع هي وزارة التنمية المحلية او المحليات عفوا ابدأوا بانفسكم بدل ما اطلبونا بالترشيد وترفعوا علينا سعر الفاقورة بالكهرباء للمرة لعشرين في اقل من صحيح هم بقولوا من 2008 ما رفعنا السعر الكهرباء ده صحيح لكنه يعني احنا المواطن المصري النهاردة في اشد الحاجة الى معاونة الى مساعدة لكنه ما فردش على درايب لكنه ما رفعش فواتير الكهرباء والميا وحصل قبل كده انه احنا رفعنا سعر البنزين ونتمنى انه ما ترفعش عن الانواع الاخرى 92 90 انا عارف من الوقت انتهى لا بس انا مش عايزة والله اخلص مع حضرتك لان يعني اعتقام بالطبع اشكرك الكاتب الصحف المتميز استاذ اسامة عبدالعزيز نائب رئيس تحليل الاهرام بشكر حريك يا فندم على وجودك معنا النهاردة ونهارك سعيد وسريعا ننتقل لفاصل ونكمل معاك باقي فكارات شكرا